بسم الله الرحمن الرحيم من الضروري جدا الحفاظ على سلامة الجهاز المناعي جهاز المناع الذي وهبنا الله تعالى إياه هو صمام الأمن وهو الأساس ولذلك من المخاطر الجمة والكبيرة لجملة أسباب قد يفقد الإنسان جهاز المناع عنده أو قد يضعف المقصود بدقة أكثر نحن في ظل هذه الأزمة التي يوجهها العالم فيروس الكورونو من المهم جدا أن نحافظ على جهاز المناع الذي هو يفترض أن يكون قويا بحسب نمط الحياة عندنا يعني الذي ينام ماليا والذي يأكل بطريقة صحيحة والذي يمارس الرياضة والذي يتنفس بطريقة سليمة لديه جهاز مناع قوي لكن النقطة التي أريد أن أقولها في هتين الدقيقتين أن القلق والتوتر والهلع والفزع المبالغ فيه يؤثر على صحة جهاز المناع يؤثر سلبا يعني حتى لو افترضنا أن الواحد مننا هو قوي البنية وهو يأخذ الغذاء السليم ويعيش حياة جيدة إلا أن التوتر والقلق والهلع يضعف جهاز المناع وهذا ما ينبغي أن نلتفت إليه خاصة أننا نعيش في أجواء موبوءة إعلاميا أو عبر وسائل التواصل فعلينا أن نحافظ على المعنويات العالية ولا نتوتر وأن نعلم أن الحياة والأعمار والسلامة هي بيد الله تعالى ليست المرة الأولى التي تخوض بها البشرية هذه الأزمة والله تعالى يرعانا وهو أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله